ثمنت صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظه الله الدعم الملكي من لدني صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه للمرأة البحرينية وما تحظى به من مكانة متقدمة كمشارك حقيقي وداعم لمسيرة العمل الوطني في مملكة البحرين وأكدت سموها أن المملكة خطط خطوات جادة على طريق دعم وتمكين المرأة وإدماج احتياجاتها في برنامج عمل الحكومة إمانا من القيادة الرشيدة بأهمية تواجدها لتأسيس وبناء مجتمع يقوم على أساس التكافؤ والشراكة الفاعلة بين الرجل والمرأة وهو منص عليه صراحة دستور مملكة البحرين وبنود مثاق العمل الوطني وقالت سموها إن حصاد المجلس الأعلى للمرأة في العام الماضي وما حصل عليه من إيشادات محلية وأقليمية ودولية باعتباره بيت خبرة متخصص في شؤون المرأة على مستوى المنطقة لا يدفعنا للمضي قدما في تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية كمنهاج عمل لتحقيق الأثر المنشود بالتعاون مع كافة الشركاء والحلفاء جاء ذلك خلال ترأس سموها حفظها الله للاجتماع الرابع للدورة الخامسة للمجلس الأعلى للمرأة الذي عقد صباح اليوم بمقر المجلس وخلال الاجتماع حيط المجلس علما بشان الخطوات التي قامت بها الأمانة العامة بشان المراسيم الملكية والقرارات الوزرية ذات العلاقة بالمرأة ومنها المرسوم الملكي بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية والمرسوم الملكي بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز والمرسوم الملكي بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية والمرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة السداو وقرار وزير العدل والشؤون الإسلامية والعوقاف فيما يخص تنظيم عمل مكتب التوفيق الأسري والقرار بشأن نظام الإسكان كما اعتمد المجلس الإطار العام لبرنامج التمكين السياسي 2016-2018 وأحيط علما بشأن المتابعات والخطوات التنفيذية الخاصة بإطلاق المحفظة المالية لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة لدعم النشاط التجاري للمرأة وإطلاق الجائزة العالمية لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة لتمكين المرأة وإبراز مخرجات وتوصيات الفعاليات التي تم عقلها بمناسبة الاحتفاء بيوم المرأة البحرينية خلال العام 2015 وكذلك مخرجات المؤتمر الدولي للمرأة في الحياة العامة من وضع السياسات إلى صناعة الأثر كما أحيط المجلس علما بشأن برنامج النشاطات والفعاليات الخاصة بالاحتفاء بذكرى مروري 15 عاما على إنشاء المجلس الأعلى للمرأة ويوم المرأة البحرينية للعام 2016 والمؤتمر الوطني الثالث المقرر في شهر أكتوبر 2016